اشتركوا في القناة كفر الديون وما استطاع ان يسددها وتكالب الناس عليه اصحابه الدين تكالب عليه يطلبونه الدين فذهب الى احد التجار واستدام منه مبلغ خمسمائة دينار قصة قديمة وليس الحديثة هي مجموعة دين هي مجموعة دين فقال له التاجر متى تسدد هذا الدين قال في الموعد الفلان اخذ هذه النقود ووزعها على الدائنين ولم يبقى معهم شيء وازداب حاله سوءا لتراجعا حتى جاء الاجل اجل سداد الدين ولم يجد معه ما يسدد به الدين فجاء اليه صاحب عبد الامير وقال له جاء اجل الدين قال والله لا املك منها شيء فاشتكاه الى القاضي اشتكاه الى القاضي فجيء به الى القاضي لماذا لا تسدد ما عليك من دين قال والله لا املك منها شيء فامر القاضي بحبسه حتى يسدد ما عليك قال يا سيد القاضي امهلني للغرب حتى اذهب الى عيالي واخبرهم واودعهم ثم ااتيت قال وما الضمانة ان تأتي في الغد وقد حكمت عليك بالسجل فسكت برحة وقال ضمانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضمان وان لم ااتي فاشهد علي يا قاضي اني لست من امة محمد صلى الله عليه وسلم كان القاضي فيه مسح من صلاح وعرف رطيما هذه الضمانة فتركه على ان يعود في الغد فذهب هذا الرجل الى زوجته وقال لها حكم علي القاضي السجن قالت وكيف اطلقت قال اطلقت لضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له وقد الهمها الله طالما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضمانة فتعال لما نصلي على رسول الله فجلسوا يصلون على رسول الله شوفوا كيف تنفرج الكرب وتنحل العقد وهم يصلون على رسول الله ناموا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قريب يا اخواني قريب جدا لكن انظف قلوبنا انظف قلوبنا قلوبنا سودت من قلة الذكر ومن قلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وانتم تعلمون من رآني في المنام فقد رآني حقا قال له يا هاب اذا كان الصباح فاذهب الى الوالي اذهب الى الوالي وقل له ان يسدد عنك دينا اقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد عني ديني لفلان فان لم يصددك فقل له معي علامتان قال ما هم اي رسول الله قال قل له انك ايها الوالي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة الف مرة وفي الليلة الاخيرة اخطأت في عدها واخبره انها واخبره انها قد وصلت دين ما كملش الالف اشارة ربين استفاق الرجل في الصباح خرج الى عند الوالي قال الوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك سدد عني دين قال وما علامة صدقك قال علامة صدقي انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الف مرة وفي اخر ليلة اخطأت في العدد ويخبرك انها قد وصلت كاملة فبكروا فأعطاه خمسمائة دينار من ديت المال وأعطاه الفان وخمسمائة دينار من ماله الخص قال اذهب الى القاضي فذهب الى القاضي ووجد القاضي يتحرق بشوق لرؤيته قال تعالى ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بالقاضي يجهز خمسمائة دينار الى جواره ويقول خذ هذه الاموال وسدد بها دينك فاني رأيت رسول الله طاض فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سددت عن هذا دينه وفينا عنك يوم القيامة واذا بالباب يطرق واذا بصاحب الدين يأتي يقبل الرجل ويقول تعال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي اذا عفوك عن هذا عفونا عنك يوم القيامة وهذه لخمسمائة درهم اخرى هي لك جاء مديون بخمسمائة دينار وعاد إلى بيته بأربعة آلاف بنار وليم هو قد صدق هذا معنى هذا معنى من معاني الصلاة على رسول الله ليس فقط من أجل الآخر من أجلك ولماذا سجد رحمة بك رحمة بهذه الأمة ترجمة نانسي قنقر